اشتركوا في القناة في هذا التوقيت لصالح اشخاص ما بيحبوش منتخمص طب ممكن نوضح اكتر النقطة دي طبعا شوفي دلوقتي الناس معتقدة ان جمهور الكورة هو جمهور السوشيال مادية وان هما دول اللي بيفهموا في الكورة وان ممكن عائل صغير مستخبي وكيبورد او موبايل يؤثر على عقلية واسلوب وطريقة لعب منتخب او تفكير لعب كورة كورة ليه بقى الاجيارات اتغيرت يعني زمان الاجيار ما كانش فيه سوشيال ما كانش بتأثر بكلام ده وكان المعيار الوحيد الجمهوري في المدارجة دلوقتي فيه حرب الالكترونية والاجيان الالكترونية تسعى لتشويه محمد صلق محمد نفسيا الفترة الاخيرة بدأ يتأثر بكلام ده بدأ يتأثر بكلام ده من الناس دي لكن محمد لو كان نركز معهم زمان ما كانش حيتنقل حتى من مقوين العرب خلينا بس نفصل الأمور واحدة واحدة محمد صراح ما تصابش في ديئة 45 ومع مصطفى بدران دلوقتي هنبين بالسرعة محمد تصاب في ديئة 20 في ديئة 20 بالضبط قبل ما يطلع قبل ما يطلع يعني احنا دلوقتي هنبين للناس مراحل إصابة محمد صراح محمد في البداية الإصابة ما كانتش نتيجة فاور ضده أو أي حاجة محمد على حسب كلام من محمد نفسه محمد كان بيحاول يلتحم في إحدى الكرات وليه ما يعرفش وصلها فحس بألم في العضلة الضمة وقعد زي ما انت شايفة كده أحمد اللي ضع الخلفية ولا الضمة عضلة الخلفية قعد محمد صراح في الأول دي في ديئة 30 بالضبط دي بداية الإصابة محمد صراح لما أصيب وبعد كده هتلاقي في ديئة 30 وهم بيشربوا مية واخدين البرك كل لعبة مصر بتشرب مية دي بداية الإصابة كل لعبة مصر بتشرب مية هنرجع تاني يا مصطفى بعد إزاك ومحمد صراح هو الوحيد اللي قعد مع الدكتور محمد أبيعال لا الصورة التانية هم في محرة لا شرب المية في الإصطراحة ديئة 30 بالضبط دي خلاص وقت التغيير إنما دي بقى خلاص بعد منخرج كمان لكن في ديئة 30 كانوا هم بيشربوا مية والصورة دي برضو هعالق عليها إزاي محمد صراح مضغوط طب الأول واحدة واحدة بس من ديئة 30 من ديئة 20 محمد وقع واتصاب محمد اتصاب اتصاب ومسك لعضلة الخلفية تمام ثم بعد كده في ديئة 30 أثناء الإصطراحة وهم بيشربوا المية وهم بيشربوا المية هتلاقي فيه صورة محمد صراح قاعد مع الجهاز الطبي بيشتكي من الإصابة في ديئة كام 30 الصورة كانت جاية من شوية طيب بعد كده في ديئة 45 محمد ما أديرش خلاص إنه كام ديئة أحمد ايوة دي في بريك ديئة 30 اللي حكم صفر بريك لعبة مصر بتشرب لعبة غنة وقفة بتشرب وتسمع التعليمات محمد صراح واقع مصاب دي في ديئة كام دي اللي محدش يتكلم عليها خالص النقطة دي تمام لحد الوقت جينا بقى بعد كده في مرحلة ديئة 45 الصورة اللي جابها مصطفى بردراملين شوية وهو محمد قاعد وحواليه حارس أو جنبه حارس غنة ونزل الدكتور محمد أبو عيلا عشان محمد بالضبط هي دي الصورة محمد خلاص بيشتكي من العضلة الخلفية إنه هو خلاص تحامل على نفسه 45 ديئة وبالتالي ما قادرش إنه هو يكمل وخد قرار التغيير دون رغبته يعني إيه محمد بديعي الشيء مصاب تحامل على نفسه إنه هو عايز يكمل مش بقى هنا بقى نقف مش قرر فجأة اللحظة بقى الكاميرا اللي جات عليه إنه هو قرر هيطلع بعد 25 ديئة من المعلاقة بعد 25 ديئة من الإصابة بالضبط قرر إنه يطلع يعني الموضوع مش فجأة مش زي ما الكل فسروا مبارح مش فجأة الإصابة العدلية في العدلة الخليفية دي بيبقى لها مقدمان منها العامل النفسي محمد صلاح متأثر نفسيا بما يقال ويكتب عنه في الفترة الأخيرة الناس في بعض المشوهين بيشوفوا إن محمد صلاح هو أتميمة نحس على منتخب مصر ويحاول يصدروا للناس إنه هو محمد صلاح وجوده مضر منتخب مصر مين اللي بيحاول يعمل كده؟ ما أنا بقولك رجان إلكترونية هدفة إيه؟ إنه هم ضد أي حاجة فهم منتخب مصر ضد أي حاجة فهم محمد صلاح ويحاول ياخدوا منتخب مصر في سكة تانية خلص طيب ما نفكر الناس محمد صلاح عامل إيه منتخب مصر؟ يعني إحنا عادنا ثلاث نسخ أمم أفريقية من بعد 2010 يا سيهم ما بنسعتش جينا مع هكتور كوبر رحنا بطولة الجابون 2017 محمد صلاح ونجير معاه وصلنا النهية في مفاجأة جير متوقعة فريق ما بسعتش ثلاث نسخ وهناك نسعد ونخسر اثنين واحد قدام الكابرون في 2022 في الكاميرون بقى بعد خسارة من نجيري 1-0 منتخب مصر يوصل للنهية ويخسر برقارات الحظ أو رقارات الترجيح معاناة دي قوم وكان أكتر منتخب لعب عدد من الدقائق في البطولة قدام كوتيفور وقت إضافة وضربات جزاء قدام المغرب اكسر طايم وكسبنا اثنين واحد قدام الكاميرون وكسبنا رقارات الترجيح وأخيرا قدام السنغال ويخسرنا برقارات الترجيح في النهاية أيام كوريس كيوش لعيب صعب بيك لكأس العالم كان اللاعب الأبرض والأهم في صعود مصر لكأس العالم 2018 وبالتالي محمد صلاح يؤدي معاه مع منتخب مصر لو لا الظروف اللي هي لأنه هو مش لاقب الواحده يعني محمد صلاح هو فرض ضمن منظومة هو إحنا ليه دايما الحاجة الإيجابية الكل بيشترك فيها ولما بفيه حاجة سلبية بيحاول يصدرها في شخص واحد بس هو محمد صلاح وبالتالي محمد صلاح يتعرض لحملة بشعة بص يا أحمد احنا قلنا في الانترو في المقدمة إن الحملة اللي بيتعرض ليها بقى أنا ما قلتش حملة قلت إن فيه موضة طالع على محمد صلاح وما أصدتش بالموضة دي إنها من دلوقتي مش من مبارح الموضة دي من فترة طويلة جدا كل ما نلعب البطولة دي فيه كده آه بتظهر كده حملات فيه ضغوطات بتظهر محمد مش بمعزل عنها أكيد بيتابع اللي بيتكتب عنه ولكن يمكن اللي دخل العطل في البطل يعني بالبلد دي كده اللي هو فكرة إيه لما طلع في الدية الـ 45 وفعلاً كان مصاب وما ينفعش إن إحنا نشكك في ده خالص ما دخلناش جواه أصلاً علشان نقول أصله بيقلد اللاعب الفلاني ولا كذا وهنشوف دي وقت رفضة تقلص ما دخلناش في نواياه علشان نقول ده بيمثل لا ده مصاب حقيقي ده رقم واحد الحاجة بس اللي أنا عايزة أقولها إنه فكرة إن إنت إيه اللي عطل جي في البطل هو لما طلع من الدية 45 يا أحمد طريقة اللاعب اتغيرت والملعب اتفتح ومرموش بأبرحته أكتر وترزيجيب وكذا فهل ده الناس شافت إنه جزء كبير جداً بيتحملوا صلاح طريقة اللاعب اللي اختلفت هل ده محمد صلاح يتحمله ولا إحنا عندنا مدير مدير فني مدير فني بياخد 200 ألف يورو يا جماعة يعني ده بيتحمله محمد صلاح ولا المدير الفني للمنتخب الوطني فيتوريا طيب خلينا اختلف معاك لان هي دي فكرة خاطئة ردتها البعض ان المنتخب مصر تحسن قدقه بمجرد خروج محمد صلاح طيب عايزين بس عشان نقفل الملف ده يعني ايه فكرة خاطئة هقولك بقى ليه فكرة خاطئة ردتها البعض هنقفل الملف ده وهنشوف دلوقتي فيديو صوت وصورة رد بفعل محمد صلاح بعد التغيير يعني مشاعره كانت ايه أصل الناس بتقولك محمد صلاح قدي محمد صلاح قدي مفعلات محمد صلاح ده بقى الجانب التاني اللي الناس ما شايفتهوش بصي ده لعيب ده لعيب مش ناعي هم من منتقب بلده ده عدكة قدي رأكشنات محمد صلاح طبعا انا شفت رأكشنه لما جيه جون التالي جون التعادل بصي 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 ده تفعالات محمد صلاح بس لازم الناس تبقى شايفة وعارفة قدي رعيب قاين بدور ده حاسوا عايزين زلتاني يلعب ده بره الملعب ده كمان هورجه على حاجة شفت قدي قدي محمد صلاح بدي مدفن في نفسه اه بدي تعليمات ده رأكشنات وإحنا خسرينه لما جيه جون وي 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 وحركات محمد صلاح وكلهم برضو يا احمد علشان يعني بص اللعيبة بتاعتنا لعيبة كبيرة طبعا وأكيد حسب المسئولية اصف فكرة التشكيك والتخوين وإن انت بيتصدر للناس بس ليحنا مسلطين الضوء على محمد صلاح علشان الاتهامات أو الحملات اللي بيقابلها هو تحديدا يعني لو اي لعب تاني شعر بالألام دي أو بالإصابة دي وطلع اعتقد انه ما كانش هتعرض لنفس الهجوم اللي اتعرض له محمد طبعا ومحمد كمان هو مش عارف حاجة من إصابته ايه لكن هو كان تفكيره في ايه يا سام تفكيره في مباراة عنج زجاجة وبالتالي قدي محمد صلاح وأكيد هو عايز يصنع إنجاز يعني للمنتخب وليه هو جخزية مبارد سألت مصدر قريب جدا من محمد صلاح قبل ماكي قلت له أنا أول مرة أشوف محمد بينفعل بشدة على حكم طوال مسيرته حتى الصورة عرضناها من شوية واحد بان تاني محمد وهو بيعترض على حكم والحكم وكانت النتيجة صفة صفة والحكم كان بيهدده انه هو يديه انظاره انت عمرك شفت محمد صلاح بيصل لهذه الحالة هو منفعل على حكم بهذه الحالة محمد من الرعيبة المعروف عنهم إنه هو عنده انضباط شوية عنده بصي ده جزء من الرياكشن يعني إحنا عشان وردينه صورة بسيطة بس ده جزء من الرياكشن وحوار ساخن ما بين محمد صلاح وحتى الحكم وفعل عليه وحكم هدده من يديه انظاره ليه بقى ده من حجم الضغوط إيه على محمد صلاح انت مش كابتن انت مش حماسي انت ممتراش تتكلم عن حكام وبالتالي محمد كان مضغوط عشان كده أنا لما سألت أستاذ كبير في العلم الطب الرياضي قالي الإصابات دايما من تلك العضلة الخلفية أحيانا بيكون فيها جزء نفسي من حجم الضغوطات العضلة تأثرت بالضغوط النفسية اللي بيعيشها لك طيب السؤال بتاعك لانا بقولك الفكرة خطأ محمد صلاح خرج في الديئة كام 45 النتيجة كام كام سفر سفر محمد صلاح خرج من هنا غانا جابت جوم من هنا آه محمد قدوس عن طريق محمد قدوس بعدها بتلاتين سنين طيب ليه ما تقولش العكس ان غانا فائب بعد محمد صلاح مخرج والناس بتربط ان بعد ما خرجنا احنا ما كسبناش على فكرة قولوا الإيجابي زي ما بتقول السلبي الفكرة في ايه يا سحام ان طريقة لعبك تغيرت انت حررت فريقك وزودت مصطفى فتحي وزودت تغزيجي وبدلت طريقة لعب 4-2 4-2 وبالتالي كثفت الهجوم بتاعك وبالتالي الملعب كان يفتح كمان لو نستشف من تصريح ريب توريا لما قال بعض المطش ايه الرعيبة تكلمت مع بعضها يعني ده مش دور مدير فاني خلص انا مش شايفه كده لكن فكرة استياطي الاخطاء لمحمد صلاح بالتحديد دي حملة خليني بقى قاف معاكي في حاجة مهمة جدا ممكن بعد الفصل نكملها طيب بعد الفصل قبل الفصل عرضنا لحضراتكم بالصور اصابة محمد صلاح اللي كانت من الدقياء العشرين مش وقت خروجه في الدقياء الخمسة واربعين من مبارتنا امام غانا امبارح الملعب تفتح كنا وقفنا عند هذا الكلام يا احمد انا برحب بيك تاني الملعب تفتح بعد ما خرج صلاح اللعيبة لعيبة غانا لاحظت انه هم تجرقوا اكتر بعد ما محمد صلاح ما خرج تحديدا بعد خروجه لكن عايز اسألك فاكتر حاجة انت ديئتك في الانتقادات دي اللي توجهت لمحمد مبارح بصة سي مبدئينا الانتقاد لما يجي من رجل صغير او شخص المسيس او موجه احنا بيعرفين من الرجان بخبرتنا بقى وشغلنا ان ده الرجان موجه لكن لما يجي الانتقاد والاتهام من لعب سابق وكبير في المنتخب مصر وليقه مفروض اسمه وتاريخه ويقول لمحمد صراح عيب انا عملته قبلك وانت هربت من المبارح يعني انا وانا بسمع الفيديو ده اتخطيت يعني احنا في وقت مسندة ودع لما تتهم لعيب عمره عمره متخازل مع منتخب مصر هو نجم منتخب مصر الاول والاعلى قيمة السوقية وواحد من افضل ثلاث لعيبة في العالم وتقوله عيب يا صراح انت ادعيت الاصابة وخرجت وانا عملتها قبلك طبعا طبعا وفي قناة كبيرة او في مكان كبير طبعا الموضوع يدايق اذا كنت انت متخصص هروب ومتعود على كده في مواجهة كبيرة او في مطش مصيري وعملتها مش كل الناس زيك احنا لوقتي بنحاول نصدر طاقة ايجابية لان احنا عندنا مطش مهم وعندنا فرص كويسة في الصعود وعندنا بطولة احنا بندخل فيها المرشحة الاول انما انت تيجي تقعد كده وانا قعدت مصطبة عيب احترم سنك احترم تاريخك احترم اسم مصر اللي انت لبستت الشرط بتاعها في يوم الايام ومثلتها وطلعت على منصات التطويق وكسبت قومة افاقية مع جيل عظيم مش كل اللي عيبة بالفكرة كده انما الاتهام لما ييجي من شخص المفروض بهذا الاسم الاقيمة اه طبق عمرك مشاغب وطبق عمرك بتاع مشاكل وطبق عمرك بتاع حوارات انما تيجي عندي محمد صراحي السطب انتقده قوله انت مش في احسن حياتك الفرنية لكن ما تدخلش جوا ما تدخشش نواياه ما تشويش صوته وما تقولوش انا عملت الحركة دي قبل كده وانا فاهمك وعملناها قبلك بس دايما يعني يقولك اللي عنده صفة او عنده عيب بالذات بيفتكر ان كل الناس زيه طيب يعني فآه يعني الخايم بيفكر كل الناس خاينه زيه ملعوب الشكاك بيفتكر كل الناس شكاكة زيه طبعا بس انت تدخل جوا قلب واحد او ضميره وحتى مش كده كمان يعني شفنا غير ابراهيم سعيد يعني خلينا نسمنيه يعني انا مايحبش اوه اسم هو طلع قال كده انا مايحبش اوه اسم لكن حتى وابعد من كده يا احمد ما انت بتشوف ساعات يقولك ايه اصله اهلاوي فجايع الزمالك اصلها زمالكوية فمش عايق دي النغم دي النغم اللي طيلانا كلنا بدون بدون يعني انا ما انا ما عرفش الناس دي بتدخل جوانا امتى وابتكرر لنا ايا كان الاسم الاتقال ايا كان الاسم الاتقال بس لا كل واحد وضميره بحضرتك في بيان رسمي خرج اه اصابة صلاح ماتشين ام وعلى فكرة صلاح زعلان جدا وليوم 28 خليكي فاكرة اعلنوا صلاح ايه ماتشين خليكي فاكرة ان محمد صلاح ممكن تريه قاعد على الدكة لو ما شاركش يوم 28 اكيد هيكون حاضر لأ هم قالوا ان هو هيجيب ماتشين ماتش دورة 16 ماتش دورة 16 هم قالوا ماتشين في البيان اعتقد قالوا ماتشين يعني ماتش الرأس اخدر وماتش دورة 16 هم قالوا كده في البيان انا بقولك مصر ان شاء الله لو صعدت محمد صلاح خليكي فاكرة كلامي هنا محمد صلاح هيكون موجود ضمن 23 الموجودين سواء اساس او احتياطي رغم البيان الرسمي لان محمد زعلان جدا محمد قال كده انا حاسن الاصابة بسيطة وكل اللي بيحصل ده تأمين لان ليفربور كمان مأكد عليهم ما يشاركش وهو مصاب لو بخمسة في المياه لكن محمد عنده رغبة وزعلان جدا وعايز يشارك ادي حاجة فايا كان الشخص اللي بيقول بيقول كلام ده فا احنا بنقوله عيب عيب عشان كلف حالي فرص مصر للصعود سريعا عشان ما عندناش وقت عايزين نتكلم فيه فرص مصر للصعود اه كل الناس المتشأمة كل الناس اللي زعلانة من الاداء المنتخب مصر احنا زعلانين حابين نقولهم يا جماعة في اسوأ الظروف مصر عندك النقطة عندها نقطتين ممكن نسعد تاني المجموعة بنقطتين ممكن نسعد تاني المجموعة بايه بنقطتين بنقطتين ازاي ليه ازاي يا احمد دي عايزة حلقة يا احمد لا مش حلقة اول حاجة سريعا سريعا هقولك مصر لو خسرت اسوأ الظروف ان شاء الله ده احنا هنكسب هنبقى نقطتين صح اه وغانا ومزنبيك لو التعادل كل واحدة هبقى نقطتين سفر سفر لو التعادل هيبقى نقطتين في الوقت ده بيتشار نتائج الرأس الاخضر او كان فيردي هيبقى تنين 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 مين جايب اعلى الهدف ومستقبل اعلى الهدف مصر جايب اربعة ومستقبل اربعة وبالتالي مصر تصعد تاني المجموعة ده انا بقول ايه في اسوأ الظروف ده لسه في احتمالات بقنا التعادل ولسه في احتمالات كتير عشان كده يا احمد احنا بنقول انه لازم نكسب لازم نكسب لأ لأ مش الفكرة انا بقول ان احنا عندنا حظوص حتى الناس اللي بتدي طاقة سربية للمتخدم عندنا بس مش اكيد عندنا طاقة عندنا فرص حتى في حالة الخسارة نبقى تاني احمد لا درويش احنا لازم نكسب ولازم نختم فرق اسم وفرق الكنيات وفرق كل حاجة مصر هتكسب مصر هتسعد تاني ومصر لو سعدت تاني هفكرك مصر في دور التمانية ان شاء الله بسهولة قول يا رب يا رب مشاهدينا دي كرت حلقتنا في الكلاسيك تصبح على خير